السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يحدثني أحد طلبة العلم قبل قليل أنه رأى رؤية بالأمس رأى والدتها التي توفيت قبل عدة أشهر أسأل الله أن يغفر لها وأن يرحمها يقول رأيتها في المنام وكأنها للتوي خرجت من قبرها وكأنها جالسة بين أبنائها وبناتها يقول فأتيت جئت إليها وأنا فرح يعني برؤية والدتي يقول حتى عليها أثر التراب على شعرها يقول قلت لها استقل الموقف قلت لها يا والدتي ما هو أعظم عمل نفعك في قبرك يقول فأشهرت إلى أناملها سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وقد كانت هذه المرأة الصالحة أحسبها تكثر من ذكر الله عز وجل ولا يفطر لسانه عن ذكر الله عز وجل فهذه وصية أيها لحبة أن لا تفطر أسنتنا عن ذكر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأنه أقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر أحب إلي مما طرعت عليه الشمس وسبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر هي غراس الجنة فأكثروا أيها الأحبة من ذكر الله عز وجل أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذاكرين الله كثيرا وأن يحسن لي ولكم الختام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته